قال أساز الدكتور عماد إسماعيل حسني استشاري وجراح أمراض النساء والتوليد ومستشفى الجلاء التعليمي صباح الخير يا دكتور صباح نور يا فاني طبعا أنا اختصرت من كتر ما أنا عايز أتكلم مع حضرتك في حاجات كتير لكن خليني أبدأ مع حضرتك بأزمتنا في مجتمع لما نيجي نقول للناس تنظيم الأسرة وتنظيم الحاملة والولادة دايما 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 بتحس إن ده عقاب أو إنك بتنصح الست ضد مصلحتها أو بتنصح الأسرة ضد مصلحتها بالضبط لا طبعا دي حاجة مهمة جدا علشان خطر أن يسيطر على التعداد السكاني وعلشان صحية الأم أولا وأخيرا يعني فحتى مفروض إن هي تبقى في مسافة ما بين الطفل الأولاني والطفل الثاني على أقل المسافة دي تبقى يعني مش أقل من وبالما تفكر في الحاملة الثاني يكون عدة ثلاث أو خمس سنين بعد الإنجاب الأولاني مش أقل من ثلاث أو خمس سنين أه عشان تكون استردت صحتها ودت يعني رضعت كويس ودت الكير المزبوطة أو العناية المزبوطة للطفل بتاعها ويبقى هي استردت صحتها وبتجهز نفسها للحملة الثاني إحنا ما قلناش إنها تخلي الفرق عشر سنين بين الطفل الأول لطفل الثاني إنما نقول من ثلاث لخمس سنين علشان يكون الطفل أولاني يخد حقه وهي برضو استردت صحتها وبقى فيها حيل وبتدت تخطط للحملة الثاني تبتدي الحمل الثاني وصحتها كويس طب الخطورة من عمليات الحمل والورادة المتكررة لو أني أنا بتكلم على صحة الأم وصحة الطفل لا طبعا هو شوفي حضرتك اللي هي بتولد وترجع مثلا بتردع وتلاقي بيبي تاني بيلعب في بطنها ومستخدمتش وسيلة لمنع الحمل أو هي كسلت إن هي تشوف وسيلة والفرق بأولاد جدا أقل من ثلاث سنين ما بين الطفل الأولاني والتاني ما بيكونش استردت صحتها ممكن بيكون فيه طبعا أمراض تغذية نقص تغذية جمد قوي عندها موجب عندها أنيميا جمدة جدا نقص كالسيم جمد جدا والطفل الأولاني اللي هي بتردعه ده ما أخدش حقه من العناية بيه والرضاعة الكافية بالنسبة له فده تشتيت جمد قوي لحياتها فطبعا ده غير كده هو إن هي حالتها الصحية بتتأثر جمد قوي لها برضو رد فعل على الجنين رقم اتنين اللي بيبقى في بطنها أنا ما بيخدش حقه فكده الطفل الأولاني والطفل التاني اللي اتنين ما أخدوش العناصر الأساسية اللي محتاجين عشان صحيتهم تبقى كويس اللي تنين بيتظلموا وهي بتتظلم أكتر لأنها ما بتبقاش من لحقة طبعا يعني ما تبقى واحدة لسه والدة والبيبي عمره 6 شهور 8 شهور وتبتدي تفاجأ إنها حامل تاني يعني خلاص كلها 9 شهور وهتولد بقى الفرق سنة ونص بين الطفل الأول والتاني دي ما لحقتش الست دي ولا مغزن الحديدة اللي في جسمها ولا مغزن الكاليسيوم ولا الفيتامين ولا لحقة إنها تعتني بالطفل الأولاني